موسيقى 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 يا أصدقائي جربوا أن تكسلوا الأبواب أن تغسلوا أفكاركم وتغسلوا الأثواب يا أصدقائي جربوا أن تقرأوا كتاب أن تكتبوا كتاب أن تزرعوا الحروف والرمان والأعناب أن تبحروا إلى بلاد الثلج والضباب فالناس يجهلونكم في خارج استرداب الناس يحسبونكم نوعا من الذباب جلودنا ميتة الإحساس أرواحنا تشكو من الإفلاس أيامنا تدور بين الزار والشطرنج والنعاس هل نحن خير أمة قد أخرجت للناس؟ أهلا بكم بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم من جديد يعني بعد غياب أكثر من ثلاثة أيام متتالية نظرا لصفر خارج البلاد ها قد جئت وخلال هذه الفترة قد حدثت أحداث كثيرة ربما يعني توقف عندها الإعلام المحلي والإقليمي والدولي ربما ليس من المشتساغ أن أعيد ما يعني علجه وتناوله الزملاء لكن أقف سريعا عند أمور ربما لا يمكن تجاوزها في العمل الإعلامي وفاة رئيس الدولة الأسبق رئيس محمد حسني مبارك وتم نعيه نعي يستحقه كقائد للقوات الجوية وقائد عسكري للقوات المسلحة نعث ابنا من أبنائها المزاج العام للشارع المصري احنا بنرصد ربما بنحاول أن نتجرد لكن كان هناك مزاجا عاما مصريا بيمارس مصرية حقيقية في التعاطف والتعاطي مع رجل تولى المسئولية في وقت صعب وقبلها كان قائدا عسكريا وقضى غمر حرب أكتوبر وهناك قوانين منظمة للجنازات العسكرية بأن كل القادة الذين شاركوا في حرب أكتوبر 73 يجب أن يكون لهم جنازات عسكرية في هذا التوقيت جرى ما جرى وكما يقولون زهبت السكرة وجاءت الفكرة ربما لم أكن من المحظوظين الذين جاءوا وكانوا يتعاملون مع السكرة في حينها ربما الآن هدأت النفوس ونتحدث بحديث حول ما جرى تقييم ما جرى تفسير ما جرى هل ما جرى بيخرج عن نمطية تفكير الشارع المصري أنا أعلم وأقرأ تاريخ هذا الشعب تاريخ هذه الأمة هذا الشعب دائما يقف مع هؤلاء الذين خارج السلطة بشكل مطلق يقفون مع هؤلاء الضعفاء يقفون مع هؤلاء الذين ربما يشعرون بالظلم كل هذا في الشعب المصري الشعب المصري بطبيعته شعب طيب شعب المصري بطبيعته شعب متحضر شعب المصري أصله وأساسه وتحت جلده حضارة حقيقية لنسوق أمالا كاذبة هنا في هذا المكان هاجمت مرارا وتكرارا الرئيس الأسبق مبارا هنا في هذا المكان وبهذا اللسان وبهذا العقل وبهذا الوجدان وبهذا اليقين هاجمت الرجل رحمه الله هاجمت على إدارة رأيتها سيئة للبلاد خلال سنوات عشر ربما في نهاية حكمه ولم أقترب من عمله العسكري لإيماني بأنه كان قائد فد ولم أقترب من أول عشر سنوات في حكمه فقد كان فدا أيضا لكنني رأيت أن هناك انتقادات قلتها في عهد الرئيس الأسبق مبارك في كتب كتب كتبتها وفي مقالات كتبتها ونشرتها في حينه قلت هذا مرارا وتكرارا وعندما حل الأجل ورحل الرجل كتب بأن له ما له عليه ما عليه كما جميعنا والتاريخ سيحاسب كما قال الرجل نفسه عن نفسه لكن رأيي ليس هو المحك والشعب المصري اللي اتحرك تحرك تلقائي تحرك طبيعي والدولة المصرية كانت سباقة الدولة المصرية كانت عندها مستوى تحضر الشعب المصري الشعب المصري كان عند حسن ظن الدولة الدولة المصرية بحكومتها بقيادتها السياسية بنخبها بإعلامها بمواطنيها خرجوا لي وداع رئيس كان قائدا عسكريا هناك من ذهب لتوديع الرجل وهم من هؤلاء الذين يحبون الرجل على كل حالاته خرج هؤلاء الذين يتميزون بوفاء وهؤلاء الذين خرجوا لاذكروا محاسن موتاكم له ما له وعليه ما عليه وهناك من خرج ربما بيركب الموجة أي موجة في النهاية كان هناك كرنفال وطني مصري بيتقدم هذا إنجاز التعبير أنه يكون هو جوجة نائزي لكن كان فيه رسالة جوجة نائزي لكنه كان فيه رسالة مصرية الرئيس بيتقدم الجنازة العسكرية مع كبار رجال الدولة بيقدم واجب العزاء لأبناء الرئيس الأسبق وزوجته ثم الشعب المصري بيخرج بيتحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير مسبوق ناسيا أو متناسيا لكن السؤال الذي يطرح نفسه هذه الجنازة كانت جنازة تليق كانت جنازة من الجنازات هذه المشاهد التي رأيناها والجنازة العسكرية بتتحدث ورئيس الدولة رئيس عبدالفتاح السيبيا تقدم هذه الجنازة بهذا الشكل أنا أتذكر قول هؤلاء بيننا وبينهم الجنائز كان قول بيقال لما يجي الجماعة الفقهاء أو الأئمة يختلفوا مواعب يقول لك بيننا وبينكم الجنائز يعني اللي يموت ويمشي في جنازة الناس كتير يبقى ربنا بقى هو الرضي عنه شفنا الرئيس الأسبق مبارك بهذا الشكل كل الظروف قدت إلى أن يخرج هذا المشهد بهذا الشكل وزي ما احنا شفنا الدولة والشعب الدولة كقانون وكنزام وكأداب للدولة مع الشعب والمزاج العام للشعب الاثنين توافقه توافق واضح توافق واضح بين الشعب بين مكونات الشعب وبين الدولة ممثلة في كل مؤسستها خرج هذا الشكل بهذه الطريقة وهذه اللوحة لكن السؤال اللي بيطرح نفسه وإحنا هاديين أليس حسني مبارك هذا هو الذي خرج عليه هؤلاء الذين خرجوا في 25 يناير 2011؟ نعم هو نفس الرجل هو نفس الرجل لكن من يفسر هؤلاء الذين خرجوا على الرجل؟ هم الذين خرجوا للرجل هؤلاء الذين قالوا يسقطها هؤلاء الذين قالوا يرحمه الله هل هذا لدينا له تفسير؟ الإجابة لا ليس لدينا تفسير لأن الشعب المصري شعب بلا كتالوج لا تستطيع أن تقرأ وتفسر ما جرى لكن ربما أجتهد اجتهد قد يصيب وقد يخطئ شعب المصري عندما خرج في 25 يناير وقلنا هذا في حينها خرج عايز مزيد من الإصلاحات أو إصلاحات أو مزيد من الحرية أو حرية أو يريد أن يقضي على بعض مظاهر الفساد اللي كانت منتشرة أو كان عايز يقضي على فكرة التوريث اللي كانت منتشرة أو كان أو كان إلى آخره تزوير انتخابات في حينها أنا فاكر في 2010 ربما كانت هذه مطالب للشعب المصري أو لبعض من الشعب المصري خارجوا الناس وقالوا عايزين إصلاح وغير 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 لكن هناك وقلنا هذا الكلام مرارا وتكرارا ركب أحلام الناس مجموعة من المرتزقة اللي هم الإخوان وبدأوا يقولون يسقط يسقط وفكرة السقوط وسقوط النظام تحدث بها ليس هؤلاء الطمحين في الحرية وفي العدل الاجتماعية وفي الإصلاحات وفي الصلاح السياسي وفي الحرية وإنما ركب هذه الطموحات بعد هؤلاء المنظمين والمدفوعين بأهداف أخرى وأقصد الإخوان هنا وجرى كل ما جرى وما زال حتى المؤرخون حتى هذه اللحظة في حيرة من أمرهم ماذا جرى ولماذا جرى الآن نحن نتحدث وأنا هنا أتحدث مرارا وأهاجم ما جرى في 25 يناير وقلت أن 25 يناير لم يعد لها إلا أنها عيد للشرطة المصرية عيد للتضحية المصرية أما فكرة ثورة 25 يناير أنا شخصيا بأمحيها من قاموس السياسي أمحيها وقلت هذا إن كان هناك في البدايات من يشجع على الإصلاح ومن النادي بالإصلاح قلنا بأن هؤلاء كانوا بالفعل طامحين وطامعين لبلدهم ركبت صورة أو ركب هذه المطالبات مجموعة من الخوانة المرتزقة حتى فلتت الأمور وجرى ما جرى وما زلنا حتى هذه اللحظة ندفع ثمن أو أثنان لما جرى في 25 يناير لذلك هنا كلام اللي قلته كله الله يرحم الرئيس مبارك وزي ما قلت التاريخ بيتكتب والتاريخ لازم يتبه منصفين في كل الأحوال كل الناس بتغلط وكل الناس لكن إحنا خلاص ده صفحة وطويت وانتهت كفى الرجل إنه حارب كفى الرجل إنه كان مقاتل واحدة لقيه من الجماعة بتوع الإخوان يقول لك يا أخي أنتو اذكروا محاسن موتاك يا عم حتى بنذكر محاسن موتانا يقول لك يا أخي تابوا فين مرسي 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 ده قاتل يقول لك ومبارك وقول لك مبارك ده مقاتل في فرق بين المقاتل مقاتل في جيش بلادي والتاني قاتل لجيش بلادي ده الفرق اللي مش فاهم لابد إنه يفهم الفرق مفيش حاجة اسمه مقارنة أنا حتى كتبت هذا الكلام على صفحيتي يفيني زيت ليه إزاي تقارن؟ أنا ما كنتش بقارن أنا كنت برد على هؤلاء المرتزقة من الإخوان اللي بيقولوا تابوا فين مرسي؟ مرسي كان بيحمل السلاح بالفعل لكن كان بيحمل السلاح بيوجه ضد المصريين وضد جيش المصريين الفرق بين حسن مبارك ومحمد مرسي ما ينفعش عطوم لتنين في جملة واحدة بقول تاني إنه إحنا ما بننساش ودلوقتي لما بتكلم على حسن مبارك بقول الله يرحمه الله يسمح له وكنت بقى أهاجم أنا كنت أهاجم من رئيس مبارك في 2009 كتب موجودة 2008 2007 2010 ودلوقتي لكن عندما مات الرجل لابد أن نكون دا إحنا بشر خلص تعطفنا وإنه الرجل رحمه الله وكلامه وبيوصي الناس على بلادها وعلى الاتفاق حول اغتيادتها وحول المؤامرة والراجل بيقول أنا ربما تكون آخر مرة أتكلم كل هذا بيؤثر فينا وإحنا شعب مش عاطفي عاطفي وبنفهم برضو بقول إنه رحل الرجل وبعد ما جرى في جنازة الرجل هنا أنبه وأنتبه ألم يأني لنا أن ندفن أو نحرر شهادة وفاة 25 يناير هذا هو السؤال ألم يخرج هؤلاء على الرجل خرجوا عليه وبعد ذلك في جنازته تم يعني المشاركة والتعاطف وهذه الروح المصرية معناها إنه اللي بوز البلد في 2011 مش دول مش الناس اللي راحت لمبارك بالمناسبة في ناس ركبت الموجة في ناس منافطة في ناس متحولة في ناس بيأكل على كل المواقض في ناس أول ما حسن مبارك قال لك يقع قاعد يقع وقاعد يشتم فيه ويعملوا فيه كذا وكذا وكذا كل ده دول موجودين في كل مجتمع بالمناسبة دول راحوا الجنازة يعياته راحوا الجنازة يعزه ومفهوم هذا كلام لكن أنا بتكلم من وجهة النظر السياسي ما جرب 2011 يسقط الرجل سقط الرجل لما جيه الرجل مات بعد كم سنة سنين الناس كل لها جيرية تعز معناها إنه الناس اللي عملت في 2011 دول ده حاجة حاجة مش مظبوطة لذلك أنا أرى وقد أكون مخطئة إنه يجب أن يكون الدستوري لمصر الدستور بتاعنا الدستور بتاعنا بينحز إلى الحقيقة الحقيقة أن فيه 25 ناير كانت خرابا شاملا على الدولة ما زلنا حتى الآن بندفع الأتمان مش سمن واحد بندفع الأتمان في ناس تزعل يقولك بيشتم الثورة وكان بيهدافع الثورة إلحق بيقول الثورة صورة إيه الثورة زي القرآن كده تم نسخها الآيات اللي في القرآن بيتم نسخها بيه آية غيرها خلاص دي تنسخ دي صورة 30 يوريو نسخت ما قبلها من ثورة ثورة 30 ستة نسخت يعني لغت يعني خلاص ما عدش فيه ثورة 25 يناير وإلا المفروض لما أتكلم أرجع تاني من أول ثورات المصريين في 19 و 52 أنا بقول دلوقتي إحنا أبناء ثورة 30 ستة نحن أبناء ثورة 30 ستة ثورة الشعب المصري على الأيدولوجية المسمومة الفاسدة للإخوان اللي ركبوا الثورة أو ركبوا طموحات الناس بقول تاني دباجة الدستور بتاعنا فيها كلام كتير وخوة 30 يناير يجب أن يختفي كل هذا وأنا بكلم بقول أنه المجتمع ورهاصات المجتمع وإحنا جزء من المجتمع وجزء من رهاصاته يجب أن ننظر بهذا ونفكر بهذا ونفتح المجل هذا أنا في تقديري أنه ما جرى في جنازة الرئيس الأسبق مبارك هي بتمثل توقيع شهادة دفن نهائية لما جرى في 25 يناير 2011 وتعود 25 يناير كعيد للشرطة المصرية للتضحية للفداء في ما جرى 1952 في شهر يناير يوم 25 في مدينة الإسماعيلية أو في مبنى المحافظة حينما استشهد رجالات الشرطة المحاصرين من الاحتلال البريطاني خلينا نرجع نزبط تاريخنا من تاني ونكتب تاريخنا تاني لأنه تاريخنا للأسف شديد بيكتب بشكل في نوع من التزييف ونوع من التزوير دي كانت كلمتي على ما جرى ويتاني بقول أنا لا أصف ما جرى ولا أحاول أن أدخل في تفاصيله فقط ما رأيته صورة عامة أليس هذا والشعب المصري؟ نعم شعب المصري مش هما دول اللي صاروا؟ آه طيب خلاص يبقوا لغوا كلامهم والأذين يبقى ما فيش حاجة اسمها 25 نائر يبقى نلغيها من كل الكتب بتاعتنا والدفاتر بتاعتنا والدفاتر بتاعتنا ده وجهة نظري الشخصية وقد أكون مخطئ لكنني أرى أن هذا هو عين الحقيقة اتنين الإخوان شغالين برز علنين عملين يقولوا لا ده ما كانش فيه جنازة عسكرية ده الرئيس راحل جنازة عسكرية إيه 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 جنازة عسكرية مرتبة مخططة طبقا للأصول القانونية العسكرية والمصرية والرئاسة والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة اتبع على الطريق السليم الوحيد لهذا الأمر وتواقم معها وتلاحم معها الشعب المصري الإخوان لا عجبهم عملنا جنازة عسكرية مش عجبهم ما عملناش جنازة عسكرية مش عجبهم الناس طلعت مش عجبهم الناس مطلعتش مش عجبهم وبيتكلموا في الآخر وحطوا مرسي في جملة مفيدة أنا بقول هذه هي الجنازة إن كانت الجنازات بيننا وبينكم اتنين لا تقارنوا أو تضعوا هذا الإرهابي القاتل محمد مرسي العياط في جملة مفيدة أمام رجل مقاتل قاتل باسم الجيش المصري تعالوا شوفوا محمد البردعي وعامل تغريدات أهو أهم من أهم بقول واهم من يظن أن المحاولات الظاهرة والمبطنة لطمس معالم ثورة يناير وتشويه أهدفها سيعيد الوضع إلى ما كان عليها العقول تغيرت بلا رجعة وفكر الحرية والكرامة استقر في الوجدان هذا الرجل هذا الرجل فقد العقل البردعي عندما رأى الناس في جنازة مبارك فقد عقله فقد صوابه الرجل خلاص السوشال ميديا كانت معبرة وقادل بقول لك أهم وهم من يظن المحاولات الظاهرة محاولات إيه أنا قصده محاولات زي واحد زي حالتي بتكلم هو قصده البردعي أعلم أن هناك مكيدة أعلم أن هناك خطة أن هناك مؤامرة فهو والمؤامرة وجهان لعملة واحدة ده ده كان جزء فاتني بس أنا وأنا مش موجود يعني بقول للشعب المصري الناس اللي طلعته والناس اللي راحت والناس اللي شاركته في العزاء بالأمس بقول أنه كل ما جرى كل ما جرى بتفاصيله بيصب في صفحة في كتب التاريخ عنوانها شعب ومتحضر نقطة رئيس الوزراء بيتفقد مطار الغرداء والحجر الصحي يؤكد مصر الخلية من كورونا الإجراءات اللي الدولة المصرية اتخذتها منذ ظهور كورونا ويتابعنا أكتر من مرة وشوفنا الناس اللي جبناهم من الصين وحطناهم في عزل ورجعوا تاني وزارة الصحة تكلمت في كل المحطات ووجهت ورئيس الوزراء تكلم والوزراءات المعنية تكلمت وغيرها مصر فيها كورونا ده سؤال أول سؤال تاني سؤال طب هي مصر فيها كورونا والحكومة بتخبي علينا ده سؤال تاني ده سؤال تاني سؤال تالي هو مين من مصلحته مصر بقى فيها كورونا ده سؤال تالي سؤال رابع هو مين اللي عايز البلد تخرب أنا مش فاهم أنا بقول للناس بقول لكل الشعب المصر طولا واحدا ما في ذلك شك بلدكم خالية من فيروس كورونا بنسبة مئة بالمئة واذا كان هناك حالة او حالتين او عشرة او مية سيتم الاعلان عنها فورا ليه هي الدولة هتخبي ليه باسأل ما هو فرنسا وايطاليا واسبانيا وكندا وايران وامريكا الجنوبية والصين وايطاليا كل دول العالم المتقدمة الاكتر مننا عندهم واعترفهم هو انا لما اقول لنا عندي عمي بحقي الله لا يقدر يعني لا امان السؤال بقى اللي عايز دراسة ليه ليه الناس او بعض الناس عايزين الخراب أنا بسأل صعيح يعني احنا الوزيرة وزيرة الصحة الدكتورة هلا زايد تقول مفيش وبتقسم باغلص الايمان الطبية ان مفيش وكمان ايه شرحت لنا ولم عملت معنا مداخلة الدكتورة هلا انه ما تقدرش هي كوزيرة الصحة تعلن ان عندي حالة او ما عنديش حالة ما تقدرش تعلن الا بالتنسيق والاشتراك مع منظمة الصحة العالمية في القاهرة من عندي مكتب لمنظمة مكتب الاقليمي فبالتالي لو احنا انا بفترت جدلا ان احنا ممكن نخبي طب منظمة الصحة العالمية فين فبالتالي بقول لي الاصوات اللي بتردد شائعات ان فيه كورونا في مصر وان فيه عملية يعني استطار الدولة بتردد شائعات ان فيه كورونا في مصر تستطر على هذا بقول له يعني عيب اقول له هؤلاء عيب لكن اكيد اللي بيردد هذه الشائعات ما يعرفش العيب لانه الجماعة بتوع المحطات اياهم مرتزقة المحطات الفضائية والجماعة اللي بيرددوا الشائعات يعني كالنعاج وكالخراف بيردد ده ايه الحق ايه عم ما سمعتش يقول لك البلد مليانة كورونا فين يا عم يقول لك ده فيه عشرة مش عارف في حميات ايه وخمستاشر فيه بس ده لا متقولش مين قال لك يا عم اقول لك هل يشتون بعيني تب اتأكدت يقول لك اه تب بنا نروح يقول لك لا اصلا مين قال لي يا عم طيب يقول لك اصلا مخبين الناس اللي عندهم كورونا ده فرنسا قالت ان فيه ناس جم من مصر عندهم كورونا واحنا اكتشفناها وكندا بتقول ان احنا وتايوان بتقول والعيال بتوع الاخوان ومرتزقة الاخوان اللي برا ولجوه ياخد الكلام ده يقول لك ايه شفت الدولة بتخبى علينا طب الدولة بتخبى عليكم ليه الدولة لو عندها حالة كورونا هتقولك ما قبل كده اهل تم ضبط واحد مش عارف في سيد ستارو اللي مش فاكر فين يعني عنده كورونا وجابوه وحطوه تحت الفحص وتحت الحاجز كانت ايجابي العين ايجابي يعني عنده كورونا وبعد لغاية تب من الراجل ما فيش طلع بعد كده اخد منه عينات طلعت العينات سلبية ومش يخرج البلد وخلصنا الناس اللي في فرنسا وفرنسا حد اعلن ان فيه ناس قادمين من مصر عندهم فيروس او ايجابي او غيره منظمة الصحة العالمية اللي ردت على فرنسا اللي فين يا جماعة ورونا فين وهنا الدولة بتاخد كانوا واعدين فين بنروح نتابع يشوف القصة ايه يحاول لكن احنا الحمد لله انتم مستكترين علينا ربنا يشترا معنا انا بسأل احنا الناس بعض الناس ومصريين مستكترين علينا ساتر ربنا حتى ساتر ربنا حتى رضا ربنا علينا مستكترين علينا احنا يعني ناس غلابة يعني يعني احنا شعب غلبان احنا شعب اصلا مش في حمي ان وباء يصيد الناس بنقول يا رب وبنعمل احتياطاتنا وبناخد بالاسباب مش بنقول يا رب احنا قاعدين عطانين لا الدولة المصرية تعاملت مع فيروس كورونا بشكل نموذجي على احدث مستويات التعامل المطارات والمواني والمنافذ وزارة الصحة والعزل جراءة العزل كشف الفيروس والجهات المعنية الدولة قامت بواجب غير مسبوك بخليت عمل بمتابعة دقيقة من الرئيس من رئيس الوزراء من كل وزارة المعنية حتى نصل الى هذا الشكل ونصل الى هذا المستوى الناس مستكتراء علينا ان احنا ننجح الناس مستكترين علينا ان احنا نبقى مصطورين مش عجبهم يسيء لهؤلاء او يسيء هؤلاء قراءة المشهد متضايقين واحد بيكره لك الخير انا بقول الحمد لله وبنقول الناس يعني حتى بتكلم عن زميلي بقول لهم اصل الفيروس فترة حضنته واللي هو الفيروس الكورونا في الاوقات والطقس البارد بيشتغل في الوقت اللي فيه سقعة احنا الحمد لله دخلنا النهاردة في شهر ثلاثة هو شهر مارس درجة الحرام بترتفع الحمد لله درجة الحرام مرتفعة اليومين دول والجو معتدل فمعناها انه البيئة الحاضنة للفيروس غير متوفرة فبالتالي لن ينشط الفيروس حتى لو فيه انا بقول حتى لو فيه لكنه ما فيش فبالتالي ربنا بينجينا من القصة ربنا بعدينا من مطب الناس بعض الناس المرتزقة زعلني طب يا سيد نقول ايه يعني نقول ايه يقول لك فيه يا عم ما فيش انا بس الكلام بقوله بهذه الطريقة لاني شايف على وسائل التواصل الاجتماعي بعض المرتزقة والله لو كان الامر بيدي كل واحد يكتب بوست او يكتب كلمتين فارغين زيه على وسائل التواصل الاجتماعي يعاقب ويساءل قانونا لانه بيبث رعب ويبث شائعات الهدف منها اثارة الرأي العام الناس مش نقصة ده بالنسبة ليه فيروس كورونا واعتقد كمان انه الوقت اللي احنا فيه مش بتحمل شائعات مش بتحمل ان احنا نبدأ نشتغل لانه ده مرض بيعمل هلع عند الناس الموضوع بره مش سهل مش سهل شوثنا في ايران ايه اللي بيحصل اه دي رئيس الوزراء يعني بيتفقد بنفسه اهو اه قال الراجل رأس الحكومة قال ما عندناش كورونا في مصر ولو فيها عندنا مش هنخب نقطة فاكرين من حوالي اول ما كورونا ظهرت في نفس المكان قلت ايه قلت خلينا نعمل احتياطات الموضوع بسط جدا انا ما خوفش الناس قلت يا جماعة انا بميل ان يكون الموضوع حرب بيولوجيا او اميل ان يكون الموضوع شركات ادوية انا قلت هذا الكلام وما زلت عند رأيي بالمناسبة الموضوع يعني او نعمل انفلوانزا بتتطور لان احنا بداخد لها امصال وغيره وغيره بتتطور ايه المفروض بتيجي الواحد الاول شوية انفلوانزا ورشح وغيره وبعدين في الزور وبعدين بتيجي على السدر لوقتي بتيجي على السدر تضرب الرئة على طول ربنا يحفظنا ويحفظكم قلنا الموضوع بسط جدا النظافة الطبيعية اجراءات النظافة الطبيعية عدتها مئة مرة نخسل ايدينا ما عدش انا يعني اعمل اجراءات يعني ان انا اسلم على ده واسلم على ده وسلم على ده واكل يا اخي يخسل ايدك البسكبان ما في الاماكن المزدحمة واشرب مياه كتير انا فاكيرهم 3 حاجات الموضوع بسط جدا كمان قلت في هذا المكان انه اقترح ان يكون انك تأجيل لمسم العمر الكلام ده من حولي شهر يمكن اول مال قلت هذا الكلام واتشتام تلحق زنديق والراجل ده عايز يعطل شرع الله وعايز يعطل شعيرة من شعائر الله ويا سيدي احنا بنتكلم على ده مقاصد الشرع بتقول الحفظ النفس فاحنا بنتكلم حفظ النفس اولى وانا كان مخترحي هذا كلام من شهر فات بقول يا جماعة يا ليت يا براهيم لو عندك هتهال يا فكرة نبيت قلنا انه الناس اللي هتروح من مصد اكتر دولة فيها معتمرين مصد ستين سبعين قال كل في اليمكن او اكتر كمان يعني ستين سبعين حاجة اصلا في الحج لكن يعني عشرات او مئات الالاف بيطلعوا من مصر هناك هيروح يحتاجكم مين يحتاجكم اللي جاي من الصين واللي جاي من كوريا واللي جاي من ايران واللي جاي من غيره قد وده اكيد هيحصل يعني انه ينقل عدوى ويحصل بلوة هناك في الحرم لا قدر الله وتيجي هنا مع الناس بعد كده فقولنا للناس يا جماعة حتى انا الناس اصدقائي وقاربي ومعارفي وحبيبي اللي بيسألوني كنت بقول يا جماعة بلاش خلينا نأجل وربنا يعني يعني هو ربنا مطلع وعالم والنية والله لو انت ناوي محسوبة لك لو انت ناوي والحمد لله كان يعني مبسوط انا على مستوى شخصي ان المملكة العربية السعودية قامت باتخاذ قرار جريء وقرار حكيم وقرار شرعي قرار شرعي انه تأجيل العمرة خلال هذه المرحلة نظرا لانه فيه تخوفات من كورونا قلنا هذا الكلام في حينه والحمد لله ان احنا لا ننظر الى الامور بمنظار ضيق وانما ننظر من حيث ومصالح الناس بعد كورونا وبعد الكلام عن كورونا عندي موضوعات بتهم المصريين يعني المصريين بيتكلموا على دلوقتي بيتكلموا على مبارك بيتكلمنا عليه بيتكلموا على كورونا بيتكلمنا عليها والكلام الاعمق او الاكثر سخونة هو صد النهضة ومباحثتنا مع اثيوبيا والسودان هو ايه اللي حصل مش انا قلت هنا في نفس المكان ان احنا ان شاء الله بنشطب بنقفل الاتفاق المفروض يوقع الاتفاق يوم 28-29 في واشنطن برعاية البنك الدولي والخزان الامريكية فاتفاجأنا ان الجانب الاثيوبي قال انا مش رايح ليه الجانب الاثيوبي قال انا مش رايح الله ورسوله اعلم ابلغوا الجانب الامريكي ان هما مش ان هما مش هيروحوا هذه الجولة من المباحثات مش هيمضوا على الاتفاق طبعا احنا كنا منتظرين ايه كنا منتظرين كنا منتظرين التوقيع على الاتفاق اتفاق اللي تمت سياغته بمعرفة الخزانة الامريكية وما تم الاتفاق عليه خلال اربعة شهور والاربعة شهور جاي من ست سنين الموضوع كبير جدا لكن الولايات المتحدة الامريكية قالت بصوا كلام بقى خلاصته يعني مجوش الاسيوبيين عشان يمضيقلوا دون شاية وقت بس الراجع طيب امريكا قالت لهم لا يمكن لا يمكن لا يمكن بدء ملء السد دون اتفاق مع مصر الشدان بصوا بصوا النتيجة لا يمكن ان يبدأ الاوثيوبيون في ملء السد الا بموافقة وتوقيع بلدي المصاب مصر الشدان هقولك الكلام ده مهم جدا ليه الاوثيوبيين قالوا ان احنا يعني هندرس الموقف او بنراجع داخليا لكن بيان الخارجية الامريكية بيقول انه الولايات المتحدة ترى ان العمل المنجز خلال اشهر اربعة الماضية قد اسفر عن اتفاق يعالج جميع القضايا بطريقة متوازنة ومتسقة مع مراعاة مصالح البلدان الثلاثة البيان قال اننا نلاحظ ايضا البيان الامريكي قلق سكان المصاب اللي هما كان مئتين وخمسين مليون في السودان ومصر بسبب العمل الغير المتكامل المكتمل على التشغيل الامل للسد والحاجة اللي تنفيذ جميع تدابير السلامة اللازمة وكانت الات المتحدة الامريكية مجددا التزامها بالبقاء على اتصال مع الدول السلاسة يبقى امريكا هي الضامنة وامريكا هي اللي بتقود المفاوضات والوساطة والاتفاق وصوغ الاتفاق ومصر راحت العالم كله اصبح على اطلاع نتيجة ما جرى الصبر الاستراتيجي للدولة المصرية ما جرى في سد النهضة من مفاوضات بيعكس صبرا استراتيجيا للمفاوض المصري صبرا استراتيجيا غير مسبوق للدولة المصرية في مسألة حياة او موت ويا سد النهضة الصبر اللي صبرته الدولة خلال السنوات الماضية مفاوضات ومذكرات تفاهم ووجه اتفاق وطلب دولة ثالثة وارابعة وسيط يرفض الاثيوبيين وبعد ضغوط معينة واتفاقات معينة بتوافق الادارة الاثيوبية مع السودانية مع المصرية على لعاية امريكية وسطها امريكية والبنك الدولي جزالة الخزان الامريكية العالم كله بدلا مكان المباراة محلية غير معلنة في غرفة مظلمة كانت المباحثات والمفاوضات اللي في القاهرة والخرطوم واديسة بابا وكأننا نبحث عن قطة سوداء في غرفة المظلمة محدش شايفنا عندما خرجنا الى واشنطن العالم كله رأى كل هؤلاء المتفاوضين كل واحد على حقيقته كل واحد طلع اللي عنده كل واحد طلع واعطى ما لديه من مستندات او معلومات اكتشف الجميع انه الادارة المصرية او المفاوض المصري نازيل اتنين صابر ثلاثة صاحب حق اربعة فعلا صادق في نواياه في مصلحة شعوب الدول الثلاثة لما يجي النهاردة اكتشفة تقول مش همضي او هاجل شوية مين اللي رد الادارة الامريكية قالت لهم لا السد ما يتملاش اللي بعد موافقة مصر وسطدان هم عايشين القصة وسطق في القصة لذلك صد النهضة اه اثيوبية تعارض بيان واشنطن دلوقتي اثيوبية تعارض بيان واشنطن وصيلة الاتفاق اللي توقعت عليها مصر دلوقتي اصدرت وزارة الخزانة الخارجية والمياه الاريال والطاقة الاثيوبيتان بيانة مشتركة عبر عما وصفه بخيبة الامل ازاء البيان الصادر للمنظرة الخزانة الامريكية بشأن صد النهضة عقب جولة المفاوضات التي عقنت في واشنطن الخميس والجمعة الماضييني بحضور مصر والسودان والبنك الدولي والذي قاطعته اثيوبيا واصفر عن توقيع مصر منفردة بالحروف الاولى على اتفاق اعدت سياغته امريكا والبنك الدولي وذكر البيان ان اثيوبيا ابلغت مصر والسودان والولايات المتحدة انها بحاجة الى مزيد من الوقت للتداول في هذه العملية وزعمت اثيوبيا في البيان ان باعتبارها مالكة السد فانها ستبدأ في الملء الاول لخزان السد بالتوازي مع البناء وذلك بمراعاة مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول والتسبب في عدم حدوث ضرر كبير على النحو المنصوص عليه في اتفاقية اعلان المبادئ الموقعة مع مصر في 2015 بلهجة حادة قال البيان ان اثيوبيا لا تقبل توصيف البنود التي تمت سياغتها باعتبارها المبادئ التوجيهية والقواعد بشأن الملء الاول والتشغيل السنوي وذكر ان ما وقعت عليه مصر بالاحرف الاولى ليس نتيجة للتفاوض او المناقشة الفنية والقانونية الدول الثلاث مشرا لتمسكها بان تكون المبادئ التوجيهية والقواعد موضوعة من قبل الدول الثلاث واختتم اثيوبيا بيانها بانها ملتزمة بمواصلة مشاركتها مع جمهورية مصر العربية والسودان لمعالجة القضايا المعلقة ووضع اللمسات الاخيرة على المبادئ التوجيهية والقواعد بشأن الملء الاول والتشغيل السنوي للسن طبعا مصر كانت اصدرت بيان فجر اليوم اكادت فيه ان موقفها قد اتسب خلال جميع مراحل التفاوض المضني على مدار الخامس سنوات الماضية والتي لم تؤتي ثمارها بحسن النية وتوفر ارادة سياسية عندي بيان الخارجية بيان الخزانة الامريكية بيقول احنا خلصنا المفاوضات واصرنا الاتفاقية قمنا بالسياغة الاتفاقية والدول كلها كانت موفق عليها ومصر مضت بالاحرف الاولى عندهم حسنينية بيان الخارجية المصرية بيعكس ما جرى ان احنا رحنا وعملنا مفاوضات شقة لمدة خمس سنين والجنب الاسيوبين مجاش بنشاهد العالم الاسيوبين النهاردة قالوا لا احنا عندنا كده خبت امل ازاي امريكا تقول وان احنا لا يجب ان نبدأ في الملء الا موافقة مصر احنا هنبدأ في الملء مع التشغيل مع الحفاظ على حقوق مصر طبعا الكلام ده كلام مش عايز اقول مقبول او غير مقبول هناك مفاوض مصري يجب ان نسنده جميعا في هذا الاطار لكن هناك جملة من الفوائد انا بقول جملة من الفوائد وانا لست قلقا على مفاوضات صد النهضة بصر بتقولوا احنا اشغالين في المفاوضات لكن تأكلوا تماما ان احنا المفاوضات اللي كانت موجودة في غرفة مظلمة راحت هناك في واشنطن العالم كله شايف ان احنا صبحاء وان احنا عندنا قدر كبير جدا من الصبر على المفاوض الاسيوبي ليه لان الخطوات القادمة اذا لم يتم التوقيع سيكون هناك دعم ويكون هناك موافقة ويكون هناك نوع من التأييد الدولي لاي خطوة مصرية قادمة ليه لان احنا اشتغلنا زي الاخلاق السياسيما بتقول وكان عندنا صبر وكان عندنا مرونة كان عندنا نوع من التفاهم للاخر لكن ربما يكون الاوضاع الداخلية في اثيوبيا عندهم انتخابات قادمة عندهم انتخابات قادمة والانتخابات القادمة يعني فيه قوة سياسية كان فيه الحزب الحاكم اللي في اثيوبيا دلت له الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب اثيوبيا دي جبهة اللي بتحكم اللي فيها رئيس الوزراء ابي احمد اللي هو من الارومو وبدأ ابي احمد يفكر ان يعمل حزب مشتقل عن هذه الجبهة اللي هو هيسميه حزب الازدهار الجبهة اللي هو بيحكم اللي فيها دلوقتي رفضت ان يعمل حزب منفصل الحزب اللي عمل هو ابي احمد فيه تلت قوة الاورومو الديمقراطي والامهارة الديمقراطي والحركة الديمقراطية للشعوب جنوب اثيوبيا المكون الرئيسي لاتلاف الحاكم بعض الاحزاب الاخرى زي عفارو السومال الاثيوبي وجامبلة وبني شنقول وجومز وهرر كل دي مكونات ابا احمد ضمهم في حزب اسمه الازدهار لكن وزير الدفاع عنده اللي هو اسمه ليما مغيرسا ده حليفه الرئيسي رفض انه يبقى فيه حزب يخرج من الاتلاف اسمه حزب الازدهار وهم الاثنين من الاورومو الديمقراطي وابا احمد يعني بيحاول اهو ده ده حليف ابي احمد ده وزير الدفاع حليفه اللي مش على وفاق في انشاء حزب الازدهار وابا احمد طبعا السلطة ما كان مش سنة على السلطة يعني ابريل 2018 تولى ما كان مش سنتين 18 19 سنتين سنتين الا شهر ابرز المنافسين ليه برضو في الانتخابات اللي جاية من الاورومو الديمقراطي اعتقد في تقديري وقرائتي انا الشخصية انه الانتخابات الاثيوبية والداخل السياسي الاثيوبي الخريطة الشطرنج السياسية داخل اثيوبيا اللي هي فيها نوع من القبلية او القباءة الارومو والامهرة الارومو الديمقراطي والامهرة الديمقراطي الاثنين في نوع من الشطرنج السياسي والتقلبات سياسية في الداخل ربما 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 ده تقديري انه يكون هذا الداخل الاثيوبي والانتخابات القط بظلالها على مسيرة مفورات صد النهضة وربما يكون ورقة انتخابية بيلعبوا مع بعض بيها لكن ان كان هذا تفسير فمن الاسبوع اللي فات كان دي سالين موجود في مصر دي سالين ده كان رئيس زراء السابق رئيس زراء السابق في اثيوبيا المبعوث الشخصي لابي احمد جاء على القاهرة والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي وتكلموا على صد النهضة في تقديري انه كان بيحمل رسالة انا معرفش المضمون كان بيحمل رسالة تطمينية للجانب المصري ان احنا عندنا انتخابات وبعض انتخابات مش لكن اللهجة الاثيوبية اللي موجودة اللهجة مرفوضة اعلاميا ايضا مرفوضة انه بيقولك انه ده خبت امل اثيوبيا بتشعر بخبت امل من تصنيعات امريكا واحنا بنشعر بخبت امل من عدم حضور اثيوبيا عندك واقع داخلي ضغط عليك انا عندي واقع داخلي ضغط عشرات المرات عن الضغط الداخلي اللي في اثيوبيا فبالتالي احنا الموضوع لا يجب ان يناقش اعلاميا انا انا يعني اتفق انه هذه المسائل فنية وسياسية واي خروج اعلامي قد يؤدي الى تعكير صفو الاطار التفاوضي لكن انا بتكلم من واحد وفي ضلال تصريحات او بيانات سلاسة بيان خزانة امريكية بيان خارجية مصرية بيان بالوقت حالا انطلع من الخارجية الاثيوبية مخيم الامل بالنسبة لي انا شخصية لكن بقول قد يكون الانتخابات القد بضلالها على المشهد وهناك متخوفين لغاية ما يحسنوا عمرهم داخليا لكن انا اشهد اشهد للاعلام المصري انه كان مرتقي عند مستوى المسئولية وامتص كثير من الاخطاء او الصدمات للاعلام الاتيوبي اللي بيسخن بشكل كبير جدا الموضوع لن يحل اعلاميا الموضوع ما نفعش يحل اعلاميا احنا في الاعلام بينين اللي الناس بس اللي جار ايه انا قلنا سامح شكري محمد عبد العاطي راحوا على واشنطن السودان راحت على واشنطن وزير خزانة راح الامريكان راحوا اسوبيل ما جوه شي اعتذروا ايه قالك بس بنرجع الورق لسه فيه شكرا عندهم انتخابات ربما يكون هو السبب وربما يكون فيه حاجة تاني لكن امريكا بسرعة قالتهم لا السد دي ما يشايتميلي الا اذا مصر وافقت ما كناش هنقدر نحصل على التصلاحات الامريكية والمفاوض الامريكي او الوسيط الامريكي اذا لم نكن موجودين في واشنطن وما كانت تخاطط له مصر من سحب الاسوبيين والسودانيين والمصريين ونقل المفاوضات من غرف مغلقة هنا مظلمة الى واشنطن كان هو انا في تقديري كان ضربة معلم واصبح العالم على يقين انه مصر صاحبة حق في مسألة صد النهضة انا رغم ما جاره رغم ما جاره ما زلت متفائل بنسبة كبيرة تفائل كبير في مسألة صد النهضة لانه الموضوع بيدار مش بيدار زي مباراة الكورة ده موضوع استراتيجي موضوع لا فصالة ولا جدال ولا نقاش ولا تفاوض حول حياة مصر المصريين في مياه النيل كل الطرق كل الاوراق كل الادوات كل الخيارات مفتوحة قولا واحدا لكن احنا ما زلنا متمسكين حتى هذه اللحظة بالوصول لما في مصلحة الشعوب سواء الاصدقاء في اتيوبيا او الاشقاء في السوداء يوم يوم 27 فبراير من كم يوم ساعة واحدة الظهر ساعة واحدة ظهر من ظهر يوم 27 فبراير الجاري حصل انه الطائرات المسيرة التركية اللي هي بدون طيار بدأت تخرج عن اطار المجال المسموح لهم ان هما يتحركوا فيه في ادلب وبدأ الطائرات المسيرة التركية تحوم حول تجمعات الجيش السوري والجيش الروسي مع بعض تحذيرات للجيش التركي من الجيش السوري انه اي خروج عن نقاط المراقبة التركية هتصبح القوات التركية هدفا للطائرات السورية الروسية لم يستمع الاتراك خرجوا متجهين في صوب القوات الروسية والسورية وهنا تم اصدار القرار مشترك روسي سوري بانه خرجت الطائرات سخوي 22 وسخوي 34 لتبدأ في الهجوم على القوات التركية حوالي كم الف جندي وضاب التركي بدأ الاتراك يجروا بسرعة للاختباء في بنايتين مبنيين كبار على جانبية الطريق لما لقوا الطيران الروسي والسوري بيهجموا عليهم استخبوا فيه اتنين من المباني على جانبية الطريق قامت القوات الروسية السورية المشتركة باستياد الاتراك وتفجير احد هذين المبنيين على رؤوس الاتراك فاودت بحيات اكتر من خمسين جندي تركي دفعة واحدة الرواية الرسمية التركية بدأت تقولك ده اتنين لا تسعة لا احد اشر لا تلاتة وعشرين لا اربعة وثلاثين لا خمسة وثلاثين الرواية اللي هزبت هلكو دلوقتي بتقول خمسين اكتر من خمسين تمانية وخمسين واحدة طبعا الاتراك في هذه الليلة كانت ليلة سوداء بسرعة اردوغان اتصل ورئيس ووزير دفاعه اتصل بالروس اخلونا المجال الجوي عشان ننقل هؤلاء القتلى والجرحة الى تركيا رفضت سوريا وروسيا السماح للاتراك بدخول المجال الجوي فتم نقل القتلى بسيارات اسعاف لمدة لمسافة سبعين كيلو داخل الاراضي السورية وصولا الى منطقة منطقة ريحانلي على الحدود السورية التركية وكانت ليلة سوداء الجنازات قدامنا ليلة سوداء على اردوغان وعلى الجيش التركي بعد الحادث اللي حصل في ادلب ادلب دي في سوريا يعني بس افكر الناس انه الوقع الجيش التركي استضوه السوريين في ارض سوريا مش في ارض تركي سمعوني صوت الجنازات يعني لم اكن سعيدا بيموت اي حد على مستوى البشرية جمعاء انا بزعل من اي حد يموت لكن من جعل هؤلاء يلقون حد فهم رعونة وحماقة رئيس اسمه رجل طيب اردوغان بيحاول انه هو يحتل ويغزو اراضي ليست اراضي اراضي سورية الجنود دول ماتوا مش في تركيا ماتوا في الاراضي السورية بسرعة اردوغان وصويل وزير داخليته وخلوصي اكار قاعدوا اجتماع يوم الجمعة امبارح لمدة ست ساعات بيدرسوا الموقف وبسرعة الاجتماع خرج بالقاتي اردوغان قالوه ميستر ترامب الحقني قالوه ميسيز ميركل الحقيني قالوه ميسيو ماكرون الحقني اتصل اردوغان بزعماء النيتو الحقوني انا بغرق في ادلب انا بتحرق في ادلب بسرعة الامريكان اجتمعوا وقالوا والله احنا هنحاول نساعد ونحاول نقف اطلاق النار لكن يا اردوغان هو ده صديقك الروسي انت بعتنا وروح تشتريت اسر ربقمية من عنده اشرب بقى بس احنا مش هنسيبك ميركل قالت له يجب ضبط النفس ماكرون ماعبروش قالو انت كنت بتشتيبني من كام يوم اول ربض فعل من هذه الدول على اردوغان انه احنا بنشوف بسرعة اردوغان طلب لانه عضو في حال في الناتو طلب مساعدة الناتو الناتو اجتمع الدول اعضاء الناتو قالوا احنا طبقا للميثاق ودستور الناتو مادر بعض بتقول اي دولة تطلب اجتماع احنا بنوافق اردوغان عضو طلب اجتماع احنا وافقنا بنناقش الموضوع اكتشفنا ان احنا ليس هناك من وسيلة لتدخل الناتو لانه اردوغان لم يتعرض ولا نمتتعرض تركيا لاعتداء وانما هي المعتدية يعني حلف الناتو قال انه لو فيه اعتداء على الاراضي التركية هنتدخل لكن تركيا او اردوغان هو اللي معتدية على الاراضي سوريا سوريا ليست هدفا للناتو النهاردة اردوغان ده كان مبارح النهاردة خرج اردوغان في الخطاب وقال احنا مش رايحين بدعوة من الاسد مرح بدعوة من مين احنا رايحين بنستجيب لنداء الشعب السوري شعب السوري هل الشعب السوري ادى تفويد لاردوغان هل الشعب السوري طالب بتدخل اردوغان اي فجر سياسي يمارسه اردوغان اردوغان بيمارس رزيلة سياسية بتصريحاته النهاردة انه هو موجود في سوريا بناء على دعوة الشعب السوري وليس بشار انبال بشار شغال ايه بشار شغال رئيس سوريا والجيش السوري مش جيش مرتزقة مش ارهابيين وبعدين اردوغان النهاردة هو بتكلم بيقول انا رايح عشان الشعب السوري كمل طلع اللي جواه قال انا بقول لميركل انت كنت وعداني بفلوس ما جبتيش الفلوس انت كنت وعداني بخمسة وعشرين مليون دولار يا ايها خمسة وعشرين مليون يورو ايها الرخيص بيبتز المانيا بيأخذ رشوة مقنعة من ميركل خمسة وعشرين مليون يورو وإلا هيعمل اللي هقولك دلوقتي عليه بس تعني اسمعه وهو بتكلم عشان محدش يقول انت بتألف اردوغان بيطلب رشوة بيبتز المانيا كام خمسة وعشرين مليون يورو رخيص مرحبان 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 اشتركوا في القناة وخلى اللاجئين يطلعوا على من بحر ايجا على اليونان وكمان غششوهم ودولهم خرايط الناس راحوا هناك الناس راحوا على الحدود الناس دول السوريين الغلابة اللي يتهجروا نديجة الحرب اللي بتاخدها تركيا في سوريا راحوا قدامكم قاري بحر ايجا قدامنا في الساعة والاطفال والولاد وراحين هناك هم رموهم بيتوبسات نقلوهم قصرا غصبا عنهم على الحدود اليونانية وكمان القوات الونانية مش هسبعلوا بيخشوا لانه اهو والعيال فراموا قادي الولاد وقادي الاطفال ده زمبهم في رائب اتمين اللي اردغان واتباع اردغان واخوان اردغان اللي بي الاخوان اللي قاعدوا يعز اردغان فيه وفاة الجنود بتوعه قادي الاطفال اللي اردغان طردهم ونقلهم وبيتجر بيهم على الحدود اليونانية عند بحر ايجا. وكمان محطة التي ار تي. محط نشرت خريطة بتغشش الناس ازاي يروحوا اوروبا. يعني شوف بقى اردوغان بيكيد لاوروبا واردوغان بيبتز اوروبا. وبيقول لهم ان لكم اللاجئين خلاص لما قفتوش جنبي في ادلم. يا اما تقفوا جنبي في ادلم وتفعولوا الفلوس. يا اما هابعت اللاجئين عندكم بهذا الشكل. الخريطة دي اهي قدامنا. الطريق الى فرنسا. خريطة ازعتها تي ار تي. تي ار تي العربية اهو. قال لك اطلع من هنا فيه تلاتة مليون موجودين في ادلم ايه ادلم. ونازحين من تركيا بتضرب. فالناس هتروح فين? عايزين يمشوا في مكان. ادوم خريطة. قالوا هم تمشوا كده من تركيا. اهو. تطلع بقى على الدول دي لان ما توصل المانيا. وتطلع بالخريطة كده كده كل دول يروحوا اليونان. التجمع هنا في المنطقة دي. تعدوا بحر ايجا. وعلى اليونان. ومن اليونان على فرنسا. واو اللي عايز تروح النمسا يروحوا. لا دي خريطة. مين اللي نشر هذه الخريطة? اللي نشر هذه الخريطة قناة التي ار تي. اللي بيدرها مكتب اردوغان. بيقولوا للناس ازاي تطلعوا من ادلب عبر تركيا. الى بحر ايجا. او الى البحر الاسود المانيا وفرنسا. لذلك ابتزازه ليه المانيا وفرنسا. ابتزاز حقيقي واقي. اهو. ده ده شغل ده شغل اردوغان لا يرقى ان يكون رئيس دولة. اردوغان رئيس عصابة. زعيم عصابة بيدير عصابة بيبتز عامل زي الناس بتوع زمان اللي كان بيسموه فوتوة الحي. ياخد اتاوة عشان يحمي او عشان يزل او عشان يبتز. هي دي ممارسات اردوغان. زعيم المعارضة التركية كملك الاشدار اغلو. قال انا كلمت بالتليفون وزير الدفاع خلوصي اكار. بس اهله عن الوضع ايه? قال ما ردش علي. ليه? ما عندوش كلام يقوله. الراجل بيقوله اعط عيط. زعيم المعارضة اهو. زعيم المعارضة يبكي. وزير الدفاع لم يجد ما يقوله بعد مقتل جنودنا في ايدلب. فاعد يعيط. ما هيرد عطفين قوله ايه? ما هيردش عطفون. النهاردة اردوغان اعلن ان فيه 18 الف لاجئ سوري هيطلقهم هيسيبهم عشان يوصلوا الى اوروبا. اه ويبدأ فيه ابتزاز السيدة انجلا ميركل. وقال انه النهاردة اعترف ان الجيش التركي قاتل الفين مقاتل من الجيش السوري. فجر ما فجر. فيه تقرير لبلومبرج بيقول تقرير بلومبرج بيقول هل اختربت نهاية اردوغان? بيكلم تقرير بلومبرج ان عنده صعوبات داخلية وخارجية وما جرى في ادلب ربما يكون يعني ختام لحياة اردوغان السياسية والتقرير بيقول انه مشكلة كبيرة جدا بتواجه اردوغان في سوريا هتلقي بزلالها في الداخل والتحالفات الموجودة عنده في الداخل وربما تقود من حكم اردوغان. ده تقرير لوكالة بلومبرج النهاردة بيتساءل هل اقتربت نهاية اردوغان? ده التقرير قدامنا هو زاعته من نهاية العربية. فيه اشتباكات اهه دي دي اشتباكات بين السوريين والاتراك واليونانيين لانه الحتة اللي قدامنا دي المنطقة اللي قدامنا دي هي المنطقة الحدودية الاردوغان والقوات التركية وصلوا الناس السوريين اليها عشان يخوضوا في البحر ويعدوا البحر ويوصلوا ليونان ومليونان هشوفوا بالخريطة عشان يوصلوا لأوروبا ده جزء من الاشتباكات اللي النهاردة والان بتدور في هذه المنطقة. خلينا اشوف اشوف فيه اه واحد واحد سوري اه كان مخشوش في اردوغان متخيل ان اردوغان يعني اه اه رجل حق وعدل ومسواه. تعالوا نستمع اليه مع مع الرقيع فيصل القاسم على الرقيع على الجزيرة. شوف بيقول ايه وبيعترف على اردوغان بيقول ايه. السيد اردوغان الرئيس التركي يرفع السقف الى درجة انه صعدة الى اعلى السلم ولا يستطيع النزول منه. صعدة الى اعلى السلم. ولا يستطيع النزول. كيف؟ لانه يصرح خط احمر في حمى ويخرج من حمى. خط احمر في حلب ويخرج من حلب. خط احمر. صرنا عم نحكي بحارة ابو فتيسط الطلحاني. صرنا عم نحكي بالنيرب بقرية صغيرة يا زلمة. التركية غررت في السوريين. تركية غررت في الشعب السوري. وكنا نعتقد ان تركيا فعلا جاءت لتناصر المناظرين من اجل الحرية. واذا نكتشف ان تركيا حولت المناظرين من اجل الحرية الى مرتزقة سوريين ترسلهم الى ليبيا. كان لدينا سفر بلك في بداية القرن العشرين. اليوم لدينا سفر بلك جديد. تركيا تستخدم رجالنا. من اوصل منطقتنا الى هذه الحالة الضعيفة الموهونة؟ تركيا. المنطقة العربية كلها. تركيا؟ تركيا. من سلم الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان والى اخره للانتداب الفرنسي. والانجليزي. من سلم اليس الخلافة العثمانية المنهارة؟. الم يتركون الى مصيرنا هناك؟. الم يتركون لتنهش بنا الزئاب؟. الم يتركون الى الاستعماريين الذين جاءوا لنا بجنرالات تحكمنا بالحديد؟. واليوم تريدون مننا ان نكون عندما وقفنا ووقف الربيع العربي من اجل التحرر من هذه الانظمة. جاءت تركيا وقالت انا حليفتكم. واسبي تركيا تتاجر باللاجئين. تتاجر بالسوار. تحول السوار. كما قلت لك من مناضلين من اجل الحرية الى مرتزقة سوريا. الراجل ده اللي كان بيكلم بيقول انه اردوغان ده كان لعب كرة قدم. ولعبت الكرة لما بيتغلبوا. الماتش قرب ينتهي بيري نفسه في ضربة في منطقة الجزاء. في منطقة اللي بقى ضربات الجزاء. تعالوا اسمعوا بيكلم. انا عندما اسمع ان الوسائل الاعلام تقول مرتزقة سوريين اريد ان 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 احمل البندقية واهاجم تركيا. مع اني احب تركيا واحب اهل تركيا واحب الطبيعة التركية. ولكن هذا النفاق السياسي الواضح. هذا الكذب. حتى اليوم اكذب. يبدو ان السيد اردوغان يهجم الى الامام. هو كما تعلم لاعب فطبول سابق. ولاعب الفطبول عندما يخسر المباراة. يرتمي في اخر دقائق في منطقة الجزاء. على الحكم يقدم له ضربة جزاء ليعدل النتيجة. اردوغان في تصريحاته العالية اليوم. هو يرتمي في منطقة الجزاء. على امل ان يقوم الحكم الامريكي باعطائه ضربة جزاء يعدل فيها الموقف. الامريكي يريد لاردوغان ان يدخل الى الوحل السوري. الامريكي انطورت اردوغان. واردوغان لا يرى هذا الامر. في بيان صحفي صدر داخل تركيا اسمه بيان صحفي الجالية المصرية في تركيا حول هجوم ادلب. وكذبين اي قرآنية من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. تنعي الجالية المصرية في تركيا ضحايا الهجوم الارهابي الذي استهدف قوات الجيش التركي في ادلب. والله العظيم. والله بيان صادر من معتز مطر وايمن نور ومرتزقة الاخوان الى هناك. بيقولوا من قتل نفسا بغير نفس او فسادا في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. اصدوم على مين? على سوريا. بيقولوا ان احنا بنعزي تنعي الجالية المصرية. مش مصريين ولا حاجة. دول خوان. تنعي قتل الجنود الجيش التركي فين? في ادلب. يعني هما ماتوا فين? ماتوا في سوريا. مات في بيتي. مات في بيتي. يهاجم على بيتي. مات في بيتي. هما يقولوا انه من قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا. وبتنعي الشهداء. وبتقول بحالة الهجوم الارهابي. اي فجر يمارسه الاخوان. اهو راجعوه. يقول لك يعني واحد دخل بيت واحد بيسرقه. وبعد ما يموت يقول لك ده شهيد. والارهابي قتله. ما لكم كيف تحكمون? ده مين? دول المرتزقة اللي خدوا الجنسية التركية المصرية الهناك. الاخوان بقى تعزي اردوغان قتلك في سوريا شهداء. ما هو الاخوان عندهم سك وعندهم توكيل من رب العزة ان هما يدخلوا ومين يبقى شهيد? ومين يبقى مشهيد? اهو. ادي. ده نسخة تركي بغاز دول اتراك. اهو. الاخوان تعزي اردوغان قتلك في سوريا شهداء. قتلك في سوريا شهداء. هو ايه حضرتك مين انت اللي بتدي؟ هو ربنا اديك تفويض. هو انت شغال ايه نائب نائب الهي يعني. بتدي ده شهيد وده كافر وده الجنة وده النار. اهل 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 قرف اللي احنا فيه. اهل قرف اللي احنا وصلنا له. طبعا فيه تعزيه. وليد بيقولي الوقت انتهى. يا وليد انا وقت الخمسشهر في ايه يا وليد. عندي فيه تعزيه من الاخوان. تعزيه من اسرائيل. تعزيه من قطر. هما دول اللي عزوا ايه تركيا فيه قتلاهم. اخر حاجة عندي الاسبوع اللي فات كان فيه حوار تلفزيوني للسيد عمرو موسى. السيد عمرو موسى عمل حوار تلفزيوني. الحوار تلفزيوني بيتكلم فيه عن حاجات كتير جدا. مليش علاقة بيه. اتكلم فيه عن تركيا. وقال انه لازم مصر وتركيا يرجعوا البعض. وقال انه اردوغان عنده قاعدة ديمقراطية عظيمة. وقال انه تركيا دولة اجتماعيا واقتصاديا والى اخره. وقال انه امير قطر ده راجل عظيم جدا والى اخره. انا بقول للسيد عمرو موسى ربما ربما لم يعد السيد عمرو موسى يقرأ. وربما لم يعد يستطيع ان يحلل الاحداث. وربما الرجل يعني هكذا هي بيتحدث من امور من عشرات السنين. ادعو السيد عمرو موسى الى ان يراجع نفسه. يعيد قراءة المشهد من مرة اخرى. او لا يتحدث. لانه تحدث بشكل خاطئ. عن الملف التركي. مما قد يؤدي الى تشويش الناس. لذلك انا مش هرد على السيد عمرو موسى طبعا. انا خلي المعارضة التركية هي اللي ترد عليه. تفضل. هو ممكن يبقى فيه علاقات جيدة بين مصر والتركية. لا طبعا. طبعا. انت ما فكرتش. لا لا ما فكرتش. لا يجب ان يقول. اما اقتدار partisi ve onun sözcüsü olan Sayın Erdoğan doğrudan doğruya Mısır yönetimine hedef aldı. Mısır yönetimini düşman ilan etti. Elezer Üniversitesi'nin şeyhine en ağır lafları etti. Elezer Üniversitesi'nin Mısır için önemini hala yeterince kavramış değil. Dolayısıyla ipler tamamen koptu. İpler kopunca ne oldu? Doğu Akdeniz'de kaybeden biz olduk. Mısır'la köprüleri attın da ne oldu? Hükümeti milyarlarca dolarlık ihaleler yaptı. Bir tane Türk şirketi davet edilmedi. Türkiye Mısır'a ürün satamaz oldu. Sen o tatmin edeceksin diye binlerce üretici krize girdi. Şimdi aynı Mısır Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz sahalarında Türkiye'nin karşısında yer alıyor. Ülkemizin hasmı oldu. Yahu 17 sene geçti. 18. seneye girdin. Sen bu diplomasiyi ne zaman öğreneceksin? Ne zaman öğreneceksin? Bu ergen sinirinden ne zaman kurtulacaksın? İzlediğiniz için ne zaman o öğreneceksin? Muhtemelen bir ülke daha yarıyor. İzlediğiniz için, daha doğal önerilerinde devlet demokratik. Sanırım devlet ihtiyaç var. Bence en az demokratik önemli. Hemen, bu memleketin anayasını var. Anayasası askıdı arkadaşlar. 20 Temmuz darbe dönemini yaşıyoruz. 12 Eylül darbe döneminde, 12 Mart'tan eve döneminde işte ise bir savcılar vardı, hakimler vardı. Çok daha ağır bir faşizm düzeniyle karşı karşıya. Kimsenin nefes almasını istemiyorlar. Bu mesai ki faşist yönetim biçimini bir an önce sonlandırmalıdır. 12'e son vermelidir. 16 yıllık AKP iktidarı sonrası gelinen noktada Cumhuriyet'in temel kazanımları birbiri yok edilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevsiz hale getirilerek egemenlik, şahsileştirmek, demokrasi, kişilerin temel hak ve özgürlükleri, hukuk ve adalet sistemi, Cumhuriyet tarihimiz boyunca hiç olmadığı kadar gerilemiş. Hukukun üstünlüğü ilkesi tamamen çökmüş. Yani Sayyid Amrül Musa Rabbama nem yakra ilmeşhed dahil Türkiye. Bu da elektronik bir üreti nefes yöğün. Bu da dektaür bir üretici temel hadis. Bu da elektronik, bu da demobilis cekilerin demokrasi, bu da demokrasi bir üretici. Bu da bu da hablamos. Bu da mutters ki, bu da mutters bir üretici, ama anlamlı olatarca, jeżeli olayı Cemil." وفيه أطمع عثمانية في مصر وكمان المعارضة التركية ليست كمان دافئة مع مصر يعني بداء الأردوغان ليسوا في حالة حفاوة بالدولة المصرية علينا أن نقرأ الملفات جيدا قبل أن نصدر يعني هذه الأحكام أيضا بالنسبة لأمير قطر سيد عمرو نوسى بقول عليه أنه ونبيه نبيه شاب بنبيه لا ولم تصل العلاقات بمصر حتى هذه اللحظة إلى درجة العداء أما إحنا منتظرين إيه؟ إحنا منتظرين إيه؟ من قطر والجزيرة في عداء أكتر من كده وده سؤالي للسيد عمرو موسى فعلوا أنا اندهاشت لما قلت ياسين أقطاي خد كلام عمرو موسى وبيبروزه هنا هتقول يا براهيم ياسين أقطاي بيمدح فيه ما قاله السيد عمرو موسى بيقول أن تجربة تركيا وإحنا عظماء وإحنا وهو داخل تركيا الداخل التركي إحنا أعلم به متابعينه لحظة بلحظة تركيا دولة عدوة لمصر قطر دولة عدوة مصر لا يمكن أن تكون هناك علاقات مصرية تركية وحزب العدالة والتنمية موجود أو النخبة المؤهلة أن هي تخلط أردغان أيضا ليس على وفاق معدولة مصرية انتهى وقت تماما انتهى وقت تماما لكن قبل أن أنهي أذكر السيد عمرو موسى بما ستره بيديه حينما كان في جامعة الدول العربية اتجاه ليبيا عمرو موسى يدعو إلى فرض منطقة حزر جوي على ليبيا دي كانت بداية الأزمة الليبية بداية دخول للنيتو إلى الأراضي الليبية بداية الأزمة الليبية هو إجراءات خاضتها الجامعة العربية برئاسة سيد عمرو موسى خلنا نرجع نقرأ التاريخ تاني كل واحد يعرف عمل ايه صح وعمل ايه غلط عندنا خطايا وأخطاء ربما لا نريد أن نكررها مرة أخرى دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة